يعني رغم المرارة اللي بنعيشها لكن الحياة لازم تستمر من سنة بالضبط تحديدا في نوفمبر اللي فات مصر ترقصت مؤتمر كوب 27 لتغير المناخ وخرج المؤتمر والقمة بتوصيات مصر بتأكد دايما في المبادرات والمؤامرات والمؤتمرات اللي زي دي ان التوصيات مش مجرد كلام على وراء مصر بدأت تنفس بالفعل ما تم من توصيات خرجت عن قمة كوب 27 واحنا بعد سنة منها دلوقتي عندنا حاجة اسمها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الزكية واللي بتعتبر نموذج ملهم لتجارب مصر للعالم مبارح تم اختتام فعليات المؤتمر الوطني التاني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الزكية واللي اقيم تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وترقصه الدكتور مصافة مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبحضور عدد كبير من الوزراء والمحافظين ومسؤولي الهيئات والجهات الحكومية بالاضافة كمان لممثل المنظمات التنموية الدولية والمؤسسات المحلية الشريكة وصفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة ايه هي المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الزكية وطبيعة المشروعات دي وايه اللي تم خلال المؤتمر معانا السفير هشان بدر المنصق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الزكية معانا السفير اهلا بك معانا يا فان اهلا وسهلا اهلا بحضرتك كنت بقول ان مصر بترجم دايما ما يخرج عن مثل هذه القمم لمشروعات على الارض واعتبر المبادرة دي نموذج ملهم للعالم في طريقه للمشروعات الخضراء عايزة نفهم ايه هي المبادرة وايه مشروعاتها وايه اللي تم في المؤتمر اولا دي نسخة تانية من المبادرة المبادرة بدأت في العام الماضي وهي تفتح الباب لجميع المصريين وهي مبادرة غير مسبوكة على المستوى العالمي ان يتم فتح الباب لجميع الساكني في مرسل 100 مليون ان يقدموا مشروعات بتمثل حلول لتحديات مناخية وبئية وبالتالي في العام الاول تقدم 6600 مشروع واحنا الان في العام الثاني طلقنا كنة 1600 مشروع انبارح كان المؤتمر بيتوج الجهد الكبير اللي تم في السنة دي والدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس الوزراء تفقد المشروعات المؤهلة في المرحلة النهائية وهو 162 مشروع في جميع محافظات مصر وطبعا الوقت ده كان استغرق وقت كتير لان كان فيه مشروعات هائلة ورائعة من كل المحافظات 162 مشروع ووزيرة دكتور هالة سعيد ودكتور مصطفى مدبولي والوزراء راحوا على كل محافظة كل محافظة قدمت 6 مشروعات احسن 6 مشروعات اللي هي فازت عندها ومشروعات كلها بتدل القدية ان الشعب المصري عنده افكار خارج السندوق وفيه ابتكارات وفيها حلول فهي الكلمة السحرية برضه هي حلول مصرية لتحديات اقليمية تحديات بيئية والفكرة هي ان ازاي بتحول تحدي منافي الى فرصة استثمارية يعني ده جوهر المبادرة عندنا تحدي منافي اه فيه تحديات بيئية فيه امبعاثات وهكذا ازاي تحولها وكانت ربما الرسائل الرئيسية اللي بعثها المؤتمر من خلال كلمة الدكتور مصطفى مدبولي من خلال كلمة الدكتور هالة سعيد هي يعني اوجزها في الرسائل الاتية واحد ان هو طبعا اشراق جميع فائد المجتمع المبادرة زي ما حدثك تفضلت في كلمتك ان كل الجامعات موجودين والوزارات موجودة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والمنظمات التمويلية تشبيك الفائدين بالجهات الاستثمارية والتمويلية يعني النهاردة امبارح كان فيه 162 مشروع مؤهل تم اختيار 18 مشروع فائز منهم اللي احنا شايفينهم قدام حضرتك في الشاشة احنا دورنا كمبادرة ان احنا نشبك هذه المشروعات والمشروعات اكتر بالجهات التمويلية والاستثمارية لكي يتم تمويلهم يعني العام الماضي فائز 18 النهاردة 18 اللي فائزه في العام الماضي فيه شركات لنا اخذت جوائز دولية خمس او ست شركات او مشروعات من اللي تقدمت السنة لفائد وكانت زغيرة كبرت واخدت جوائز دولية وقدرت ان هي بعض المشروعات طلعت من 7 مليون دولار الى 300 مليون دولار وبعض المشروعات طلعت مثلا من 10 مليون جنيه الى هكذا فاحنا الرسالة الثالثة ربما هي الشركات الاستراتيجية اللي بتجمع كل المشاركين في المبادرة دي الجامعات والمدارس والمحافظات ثم التدريب يعني حضرتك عشان نقدر ان احنا نقدر ننتقل الى مرحلة والقرن الـ 21 لديه فيه تدريب وتأهيل وتدريب المغطنين تدريب الشباب على ازاي يقدم مشروع فكان فيه حوالي 60 جلسة تدريبية في الجامعات والمحافظات على هذه المشروعات غير التدريبات السبعتاشرة اللي اتعملت اونلاين شيء اخر هو رفع الوعي بالتغيرات المناخية ده برضو كان رسالة ثم ربما من اهم الرسائل ان اصبحت المبادرة منصة للعمل المناخي على المستوى الوطني يعني المهاردة اي حد في مصر يعني مهتم انه عنده مشروع وعايز يكسب منه فلوس وعايز يوفر في الداخل المشروع ويستخدم حاجة مناخية يستخدم عن طريق تقليل انبعاثات سواء ان هو اعادة استخدام كله ممكن يتقدم الى المبادرة وبالتالي اصبحت منصة للعمل المناخي في مصر حاجة تانية طبعا ان هي ادماء كل طلبة الجامعات والمدارس ودول قدر يعني كان مبارح الدكتور نصف البوري اول مشروع شافه كان مقدم من دول همم مشروع مدينة متكاملة يقدمينها دول احتياجات الخاصة قدموها في المبادرة وبالتالي الفكر بدأ يتغير ان حكاية ان احنا التحدي المناخي ده ممكن ان انا نعمله فرصة ثم عرض التجربة في الجامعة العربية اختارت هذه المبادرة كنموذج يحتدى به وكرمتها ثم طبعا الحاجة الخطوة القادمة ان احنا التمنتاشر مشروع سيتم تحدي لهم جوائز مالية 750 الف جنيه لكل فائز في المسحلة الاولى وجوائز مالية اخرى ثم سنستضفهم في الكوب 28 في دبي حيكون سفراء مصر المشروعات دي حيكون سفراء مصر في الكوب 28 في 1 ديسمبر ويعرضوا تجاربهم امام العالم وبالتالي يحصر التشبيك الحقيقي انا عندي مشروع بعمل مصنع اكبر مصنع سكر في العالم بيستخدم تكنولوجيا حديثة فيقدر يوفر 35-40% من الطاقة ويوفر كمان من الـ 40% من المية انا عندي مشروع بيحول المياه الصرف الصحي الى يعليقها ثم يزرع بها غابات يطلع بها شجر يعمل بها ابواب كل دي مشروعات سائزة حقيقية انا عندي مشروع الاسوان بيدرب بمصرعات ل35 الف امرأة بتقدم مشروعاتها بيقدر يدربهم ويقدر يعمل المصرعات دي يجاهز المشروعات دي ويجيب لها تاموين كل دي مشروعات فائزة مش كلام نظري بالضبط ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه الموضوع بقى اصبح ترجمة على الارض يعني احنا مبارح وده كلام مهم جدا اللي حضرك بتقوله معالي السفير يعني كان فيه فئات المشروعات الكبيرة كبيرة الحجم والمشروعات المتوسطة والمحلية الصغيرة يعني كل المشروعات كل الفئات تقريبا كانت مشاركة في المبادرة دي بالضبط هي الفكرة انك ما تحرمش حد ان يفكر في المشروعات دي اللي عنده مشروع صغير يقدر في المشروعات صغيرة مشروعات المرأة المرأة طبعا القيادة السياسية بتجي أولوية وبالتالي مشروعات المرأة كانت برضو متصدرة ثلاث مشروعات ايه اللي عايحصل دلوقتي ان المشروعات اللي فازت دي واخرى يعني انا بكل صراحة واحب ان انا استفيد من البرنامج بتاعك وستين مؤهلين والخمس تلاف وستمائة اللي قدموا والست تلاف وستمائة اللي قدموا السنة لفاتس كل دول فائزين لان كلهم فكروا خارج الصندوق وكلهم بقوا في اول مرة في مصر عندنا قاعدة بيانات للمشروعات دي بيجينا مستثمرين بالفعل انا مش بقول لك كلام نظري بنوك فعلية بتقول لي طيب قريني قائمة المشروعات الخضرة الزكية اللي عندك اللي بتستقدم التكنولوجيا وبتعالج الحاجات المناكية اقول لي والله الحكومة عندها مشروعات يقول لي والله انا عايز مشروعات مش طلعة من الحكومة انا عايز مشروعات طلعة من المجتمع المصري من كل حيط كليه اتفضل يا سيدي عندي دلوقتي 11.000 مشروع في السنة اللي فات والسنة دي وزي ما بنقول في مصر كل فولة ولها كيات في واحد يمبين بمهتم بمشروعات في سعيد مصر في شمال سيناء يمبين بمشروعات ومهتم بمشروعات في إسكندرية كل دي بتدي فرصة للمستثمر ان هو يقدر يشوف المشروع اللي حقه ربحه وكلها في حاجات فيها كتير منها ملكية فكرية وبالتالي بتطلع عصارة افكار الاكاديميين واصحاب المشروعات اللي في مصر ودورنا حاليا ان احنا تومي خدنا هذه المشروعات نبدأ مرحلة تأهيل اخرى لها نبدأ نكبرها مع المؤسسات والامر المتحدة شركاءنا في العملية دي من كل منظمات المتحدة والمؤسسات التمويلية الدولية اللي اخر ما نوصلهم الكب ونشبكهم ثم نتباحهم على مدار السنة زي ما تبعنا المشروعات السنة اللي فاتت ونشجحوا هكذا والمبارة المستمرة لكي تطيح لكل المصرين ان يفكروا بطريقة مختلفة تجاه المشروعات اللي تنجح بالاستدامة وتنجح في ادخال لهم يعني دخل مستمر بقائم على التكنولوجيا وعلى معالجة التحديات الملاخية جميل حضرك بتقول ان المبادرة اصبحت منصة خلينا نستغل وجود حضرتك معنا والمشاهد اللي بيتابعنا دلوقتي يعرف اللي عنده فكرة مشروع وحضرك قلت يمكن الافكار والمشروعات بتختلف من منطقة على حسب طبيعة المنطقة وطبيعة المشروعات النجحة فيها اللي عنده فكرة دلوقتي لمشروع يعمل ايه الشاب الاكاديمي او الباحث اللي عنده فكرة لمشروع اخضر زكي يقدم للمبادرة ازاي وايه الشروط وايه كمان المعايير اللي انتوا من خلالها بتحكموا ان المشروع ده ناجح او يفوز بالجايزة ولا لا ده سؤال ممتاز اولا المبادرة مش للافكار النظرية يعني ما احترامنا الافكار النظرية البحثة لا المبادرة معمولة للمشروعات الفعلية يعني لا اما يكون عندك مشروع على الارض فعلا او عملت له دراسة جدوى او بدأت خطوة تنفيذية فيه او عندك خطة مالية ليه وطحة لكن مجرد فكرة النظرية ان انا عماشي عربية بالمية لا لازم يكون عندك بعد المشروع يكون اساسه حاجة عملية وفرجماتية وبتنسح الول دي اول حاجة تاني حاجة انت وانت قاعد في بيتك هتخش على الوبسايت بتاع المبادرة الوطنية المشروعات الفضل الذكية وتروح مسجل اسمك ايه هتقول انا اسمي محمد ابراهيم في محافظة قاهرة او محافظة الاهلية وتروح كاتب تلت تصر على المشروع بتاعك ثم تملي الكريتيريا ايه العناصر اللي انت عشان تقدر تنجح المشروع ده فيه بيسموه ايه بنعرف يعني ايه كلمة اخضر انا مش كل الناس عارفين يعني ايه مشروع اخضر المشروع الاخضر هو بيوفر في الطاقة بيبص على الطاقة البديلة الطاقة الشمسية طاقة الرياح بيقلل الانبعثات بايزاي بيستخدم المخلفات يعني كثير من هم احنا في زمن بيستلزم ان المشروعات معظم المشروعات تكون مشروعات خضراء وصديقة للبيئة انا بشكر حضرتك جدا معالي السفير هشام بدر المنصق العام للمبادرة الوطنية لمشروعات الخضراء الزكية وبنعتبر دي انطلاق لتبني مثل هذه المشروعات واحنا ايدينا في يدوكو دايما اشتركوا في القناة